هو من أكبر القوارد التابعة للثاديات ويعتقد الجميع أن النيس هو القنفذ ولكن في الحقيقة هناك اختلاف بينهما فالنيس يسمى بالشيهم أو الدعولوج أو ضربوب وهو من القوارد التي يميزها غطاء من الأشواك الحادة يستخدمها للدفاع عن نفسه من الحيوانات المفترسة وهناك أكثر من ثلاثين صنفا منهم فموطنه الرئيسي في الأمريكتين وآسيا وأفريقيا وكذلك أوروبا قد يعيش في مختلف المناطق مثل جبال والصحاري والمراعي والغابات الماطرة والمعتدلة كما قد يدواجد في شقوق الصخور أو فروع الأشجار وأخسانها ويتراوح وزن النيس عادة ما بين 4.5 كيلوغرام إلى 15 كيلوغرامات وقد يتراوح طول ذيله ما بين 20 إلى 30 سنتيمتر ويعد النيس المتوج في الشمال الإفريقية أكبرها يصل طوله إلى 90 سنتيمتر أما أصغرها هو القذم المشار البرازيلي الذي يبلغ طوله 38 سنتيمتر أما الشنق الموجود على جلد النيس فيبلغ طوله 30 سنتيمتر كما هو في نوع نيس أفريقيا المتوج فالنيس حيوان مدور وكبير وبطيء وتختلف درجات لونه بين البني والرمادي ونادران الأبيض تشبه في امتلاكها للأشواك القنفذيات لكن ليس لها علاقة بها هناك أربع سلوكيات اندفاعية تظهر عند حيوان النيس هي انتصاب الأشواك وتناثر الأسنان وإطلاق الرائحة وكذلك الهجوم ويتم ترتيب هذه السلوكيات من الأقل إلى الأكثر عدوانية على التوالي حيث تقوم حيوانات النيس برفع شوكها الحاد لردع الحيوانات المفترسة بالإضافة إلى سرك أسنانها ذلك لتسبب ضوضاء سمعية لتحذير المفترسين من الاقتراب وغالبا ما يقترن هذا السلوك بالارتعاش الجسدية الذي يستخدم لعرض المزيد من الأشواك الخطرة وفي حال فشل الوسائل السابقة يستخدم النيس اسلوبا رائحة فينتج النيس رائحة غزية عن طريق الجلد الموجود فوق الذيل ذلك في أوقات الخطر فإذا فشلت كل العمليات السابقة فسوف يهاجم النيس الأعداء عن طريق الأشواك الحادة التي قد تسبب الإصابة البالغة أو الوفاة تتناول بعض أنواع النيس الخشبة والوحاء الأشجار بالإضافة إلى الفواكه والمكسارات والبذور وكذلك الأعشاب والأوراق وتأكل أغلب أنواع النباتات لأنها تعض من العشبيات كما تتناول من فترة إلى أخرى الحشرات والسحالي ذات الحجم الصغير هذا وتختلف أنواع النيس فحيوان النيس في أمريكا الشمالية غالبا ما يدسلق الأشجار للحصول على الطعام أما النيس الإفريقي فهو ليس متسلقا وياكل الأعلاف على الأرض تقاتل ذكور النيس بشراسة من أجل حقوق التزاوج والتكاثر وفي بعض الأحيان تشوه وتندب بعضها البعض ويقوم النيس الذكر الفائز بحراسة الأنثى من الذكور الآخر وبعد ذلك يحسها على التحقق من رغبتها في التزاوج بينما تقوم الأنثى بالهرب أو العط إلى أن تصبح جاهزة للتزاوج وبعد التزاوج تستمر فترة حمل أنثى حيوان النيس بين 16 و 31 أسبوع ذلك اعتمادا على النوع وبعد نهاية هذه الفترة عدة تلد الإناث من واحد إلى ثلاث صغار والتي يبلغ وزنها عند الولادة حوالي 3% من وزن الأم ويكون لها ريس ناعم يتطور ليصبح أكثر صلابة خلال بذع أيام وتبلغ فترة حياة حيوان النيس حوالي 15 عاما في العادة لكن يمكن أن يعيش حتى 27 عاما مما يجعله أحد أطوال قوارد عمرا بعد الفئران الخلدي فغالبا ما يتم الخلط بين النيس والقنفذ لأن كلاهما يمتلك أشواكا حادة تشبه الإبارة عبر أجسامها ولكن هذا هو التشابه الوحيد بين هذين الحيوانين حيث يختلف حيوان النيس عن القنفذ في الحجم وكذلك في السلوك الدفاعي والنظام الغذائي وكذلك مكان العيش بالإضافة إلى شكل الأشواك وطولها واختلاف وظائفها وختاما توكل حيوانات النيس في بعض البلدان ولكنها لا تعتبر مصدرا أساسيا للغذاء في تلك المناطق حيث لا توجد بأحجام كبيرة أو أعداد وفرة ويشيع استخدام أشواك تلك الحيوانات وخاصة ذات الأطوال الكبيرة يشيع استخدامها في الذين وكان السكان الأصليين في الأمريكتين يستخدمون تلك الأشواك في تزين رؤوسهم أشكركم لحصن الاستماع كانت هذه نبذة مختصرة عن حيوان النيس لكن لا تنسوا الاعجاب بالفيديو ومشاركته مع أصدقائكم وكذلك الاشتراك بالقناة أرحبوا باستقبل تعليقاتكم ومقترحاتكم وأرقاكم في الفيديو القادم على خير إلى اللقاء